ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة في ضبط إقاعات أي معركة عسكرية كما أوضح أن الغطاء الجوي الذي توفره طائرات الـ F-16 بكل أنواعها والتي هي بحوزة الجيش المغربي تدعم بشكل كبير أي تكتيك على الأرض وقادرة على تحييد أي خطر حاضق بأمن المملكة المغربية خصوصا مع تملك الرباط أقمارا إصطناعية من الجيل الجديد والتي تسمح بوجود قاعدة بيانات مهمة في الرصد والتتبع لأي قوة معادية كيفما كان حجمها كما أن البيانات المتوفرة لدى الجيش المغربي ووحداته المتحركة جوا وأرضا تسمح له بتملك مسافة تقدم كبيرة على القوات الجزائرية وهو ما تكون له إنعكاسات وتأثيرات كبيرة على نفسية الجنود ومهندس السيناريوهات والاحتمالات يقول الخبير الشرقاوي نفس المصدر أكد أن الجيش الجزائري عقد صفقة كبيرة لشراء طائرات ميغ لكنه أوضح بالمقابل أنه حتى وإن كانت الجزائر تتوفر على طائرات الميغ فلا يزال يتعين تطوير بعض الخصائص التقنية للطائرات المقاتلة الروسية للوصول إلى مستوى الطائرات مثل الافا 16 أو الرافال الفرنسية ونتيجة لذلك فإن نظام رادار دوبلر النبضي المحمول جوا من الزوك مي وكذلك نظام البحث والتتبع بالأشعاء تحت الحمراء لم يصل بعد إلى نقطة المنافسة مع أنظمة الطائرات المقاتلة الأمريكية على متن الطائرات الروسية وهو ما يحد من هامش القوة الجوية الجزائرية يقول نفس المصدر نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الوصف